الأحداث تغير علينا حتى الابتسامة مش عارفين نابتسامها يمكن مطش الأهلي شغال دلوقتي وانا بكلم حضراتكم لو كان مطش الأهلي شغال في ظروف تانية غير كده كان المزيع اللي قدام حضراتكم ده حاله هيتغير تماما تماما لأنه مع مطش الأهلي بيبقى الموضوع بالنسبة لي مختلف تماما واللي مخليني برضه متعكنن أكتر أن الأهلي متعادل واللي مخليني مغموم أكتر أنه الأهلي ضيع بنالتي واللي بيخليني بشد في شعري أن كولر هيغير في الديئة 99 يعني كولر هيستنى لحد الديئة 99 ويغير وهو في الأوتوبيس ده ده اللي أنا متوقعه اللعيب هيسقن في آخر الأوتوبيس وينزي لعب مع السواء فبينشف رقنا كده وبعدين إيه يبتدي يشوف موضوع التغرير فساندوز يعني فرقة تقيلة بس الجمهور حاجة تفرح يعني جمهور الأهلي حاجة تفرح أنا بس واقف عند حاجة يعني محترمة جدا أنا في المطش الأولاني كنت بعملها أعدي على القنوات اللي أنا متعود أنها بتزيع المطشات الأفريقية وبتاع ليه توقع على أون سبورت أون تايم سبورت المطش بتاع الأهلي فقلت لهم إيه اللي حصل قوي بقى إيه؟ إنه الدور الأفريقي ده هي البطولة الأحدث وربما الأغلى في بطولات الاتحاد الأفريقي على مستوى الأندية والمنافسة ديها تبقى 16 مباراة ذهابا وإيابا أون تايم سبورت خدتها رسميا ده مين الراجل المحترم اللي خد القرار ده؟ يعني اللي خد قرار إن أون تايم سبورت هي اللي تبقى بتنقل مباراة أو مباريات فريق مصر الأهلي أو الزمالك أو أي مكان موجود فيه دور إفريقي ده راجل محترم اللي خد القرار ده أنا بقى أنا خدت على كده خلاص يا سيادة الرجل المحترم اللي أنا قلت أرجوك والنبي ما تبهدلني على القنوات تاني ما تجرينيش بقى واجيبي الرجل يزبط والاشتراك تعمل وماش تعمل والنبي ما تشفر تاني والنبي ما تشفر تاني لا مصر ولا أمضيعة مصرية مدام أنا في أفريقي خلي الغلبة تتفرج خلي الغلبة تتفرج اللي خد القرار ده راجل محترم أيها المحترم كمل جميلة كون نبي وكملها في مباريات مصر إفريقيا ودوليا ومباريات النوادي الكبرى اللي بتشارك فيه بطولات إفريقية أو كأس أنديات العالم أنا مش هتنازل عن ده تاني أنا عايز ده على طول أنا ما قلتش عايز كسل عالم كله ولا البطولة الإفريقية كله أنا كل اللي عايزه وقت مباريات الفرق بتاعتي ما اتمرمتش بقى في الأهاوي واعد بقى أخد العيال وانزل على القهوة اللي تحت ودور على كرسي وعمل مش عارفية أين أعمل قاعدة على القهوة بيبقى لها طعم تاني في فرجة على المطش بس برضو أنا قاعد في البيت عايزة تطمن فتحية لللي اتخذوا هذا القرار أعتقد طبعا الشركة المتحدة كان لها دور كبير جدا في هذا الأمر لكن أيما كان من اتخذ القرار أرجوك كمل جميلك ويعني عايزين باقي المطشات كلها بهذا الشكل أنا بصراحة فرحت يعني فرحت إن أنا شفت في أون تايم سبورتز المطش متزاع وبسهولة وستوديو تحليلي قبلها وستوديو تحليلي بعدها وبين الشطين حاجة مصري كده يعني فاخرة فتحية لكل من اتخذ هذا القرار ودعونا بقى يا جماعة إن شاء الله إنه حد ينفق في صورة بيرسي تاوي يجيب جون أو يبطل يمسك الكرة ويلف حوالين نفسه 180 درجة وإن الشناوي يخلي باله من الزاوية المفتوحة عشان الزاوية المفتوحة جابت فينا جون وإنه يعني الأخي كلها ربنا إن شاء الله بإذن الله يخليه معنا في المطش مش يبتدي يشتغل هو في الأوتوبيس وإن شاء الله نجيب جون لأن أعصابنا هتفلت أكتر ماهي تلفانة وحرام إن إحنا نروح من سانداونز إن شاء الله ريدا سليم يجيب جون وتتعدي الحكاية وأي حد يجيب جون أي حد هو جون ونكمل ونشوف الموضوع هيبشي إزاي أخوانا والنبي الزاوية يبعدوا عن ويدني وأنا بتكلم في موضوع الأهلي عشان ما نخسرش بعض فأهو قال لك ريدا سليم تصلوا خارج أهو حتى الكاميرا ما اللي قاعد قدامي بيبصيلي اللي هو إيه كأنه أنا قلت لك قبل هو الوحيد الزاوية اللي قاعد في الستوديو ترجمة نانسي قنقر